مجلس داري التحدي القرى برئاسة الأستاذ جمال علام قرر إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي ببيراميز على لعاب المغرب محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة الشيبي مع حسين الشحات إلى الشؤون القانونية وذلك لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني تبقاً للاحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لقراطة القدم هقول لك حاجة من الآخر من الآخر يعني أي حد أي حد مش بكلم على القصة دي تحديداً لشيبي ولا حسين الشحات أي حد يخرج برأ إطار أرض الملعب في أي مشكلة ويساعدع في حيطة تانية أنا ما أحبش ما أحترمش ما يعجبنيش فالموضوع بتاع الشيبي وحسين الشحات ده كيبر زيادة عن اللازم قوي يعني حسين الشحات وقت اللقطة تشيبي دي غلط غلط كبير جداً وقلناها قلني هنا أنه حسين الشحات عمل جرم وخطأ كبير جداً والأهل نفسه عاقب حسين الشحات هذا كله عاقب حسين الشحات بس هو ده الإطار يعني أي لعب يتجاوز لعب آخر في إطار الملعب يتعاقب ونلومه وننتقده بس مش هلو أعرف على إيه قضية يعني موضوع كبير أوش أو يعني أبلغ عنه يعني فهم اللي هو لعيب بتخلي معي في أرض الملعب ده كان ينهر بيض ده في دوري دول أرجنتيني ده لو حدد فيكو تابع الدول الأرجنتيني تمام ده كده إسام الشرطة عندهم مش هتفضى من لعيبة الكورة ليه بقى هما بيموتوا بعض حرفين في أرض الملعب سواء بقى الحاكم مسافر المباراة شغالة ولا بعد المباراة ولا قبل المباراة تقطيع وضرب وتكسير وكل حاجة ما كانش حد كانش الدريبة صعبة جدا يعني فما يمتعش تخرج بره أرض الملعب الحكاية ما تخرجش بره أرض الملعب والمنظور الرياضي منها حتى لو فيه تجاوز يتحاسب من تجاوز ده في كسة تحسينش حتوشيبه أي كسة أخرى يا